بسم الله الرحمن الرحيم عدنا إليكم بعد فاصل قصير لنستأنف حديثنا حول غريب القرآن الكريم في بعض ألفاظه ومعانيه تكلمنا حول بعض الألفاظ من سورة البقرة وبعض الألفاظ من سورة آل عمران والآن أريدك أن تقف معي عند سورة النساء مثلا قول الله سبحانه وتعالى حوبا كبيرا حوبا كبيرا في مطلع سورة النساء معناها إثما عظيما أو ذنبا كبيرا طيب غير مسافحات في سورة النساء يعنى بذلك العفيفات الشريفات التي لا يتخذنا أقدام ويبعدنا عن الفواحش كالزنا حفظان الله وإياكم اقرأ معي في سورة النساء والجاري ذي القربة والجاري الجنب والصاحب بالجنب ثلاث المتواليات الجاري ذي القربة جار له قرابة والجاري الجنب جار ليس له قرابة والصاحب بالجنب أي الرفيق أو الصديق وقد يكون هناك إيمان وعدم إيمام في هذه الأصناف الثلاثة اقرأ معي والله أركسهم بما كسبوا أركسهم بما كسبوا في ربع فما لكم في المنافقين فئتين يعني أوقعهم أو أكبهم هذه ألفاظ تحوي شيئا من الغرابة في سور القرآن الكريم انتقل معي إلى سورة مثلا من سور القرآن الكريم مثلا من السور التي يجب أن نحتاط عندها مطلع سورة الرحمن مثل قوليه تعالى الشمس والقمر بحسبان بحسبان فكل حسبان في القرآن الكريم يعني بحساب وتقديرات معينة إلا حسبانا من السماء في موضع واحد يعني عذابا صب عليهم عذاب من السماء هذه كلمة حسبان في القرآن الكريم كله معناها الحسابات والتقديرات مثل قوليه تعالى الشمس والقمر بحسبان بعدها والنجم والشجر يسجدان والنجم والشجر يسجدان كلمة النجم في القرآن الكريم كله في القرآن الكريم كله بمعنى نجم السماء مثل قوليه تعالى والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب ومثل مطلع سورة النجم والنجم إذا هوى باستثناء هذا الموضع في سورة في سورة الرحمن والنجم والشجر يسجدان ومعناها النبات الصغير المنبسط على الأرض اعلم أيضا من غريب الألفاظ في سور القرآن الكريم قول الله سبحانه وتعالى فلما آسفون انتقمنا منهم كل أسف في القرآن الكريم يعنى به الحزن كل أسف في القرآن الكريم مثل قوله تعالى قال يا أسف على يوسف وبيضت عينه من الحزن فهو كظيم فكل أسف في القرآن الكريم يعنى به الحزن إلا موضع سورة الزخرف فلما آسفون انتقمنا منهم يعني أحزنون لا أغضبون ليس بمعنى الحزن ولكنها بمعنى الإغضاب وأيضا تدبر معي آيات القرآن الكريم كل ضحض في القرآن الكريم بمعنى إبطال الحجة إلا موضع سورة الصافات في حق سيدنا يونس فكان من المدحضين يعني المقروعين المقروعين وأريدك ونحن في هذا الصدد الطيب حول مائدة القرآن الكريم أن تقف معي عند نهاية سورة المدثر الله سبحانه وتعالى لما أراد أن يتكلم عن إعراض المشركين وعدم اتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنه كلما بلغهم بلاغا أعرضوا فشباههم القرآن الكريم بقوله كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة القسورة هنا معناها أنثى الأسد أنثى الأسد فالله سبحانه وتعالى أراد بهذه اللفظة أن يبين أن أنثى الأسد إذا جرت وراء الحمر الوحشية هاجت وماجت وجرت ورقدت فرارا من القسورة فشبه القرآن الكريم رسول الله أو بلاغ رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه قسورة وشبه إعراضهم بجريهم بأنهم حمر مستنفرة أي يقنطون ويعرضون ويخالفون ولا يريدون أن يستمعوا شيئا من رسول الله فقال القرآن الكريم كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة وأيضا من الألفاظ التي جاءت في القرآن الكريم تحتاج منا فهما وبيانا في سورة الكوثر مثلا قال الله سبحانه وتعالى إن أعطيناك الكوثر أعطاء من الله لرسوله فصل لربك وانحر التفات بلاغي من التكلم إلى الخطاب إن شانئك هو الأبتر لأنهم كانوا يدعون ويزجرون قاتلهم الله أن يؤفكون رسول الله بأنه مقطوع الذكر ومقطوع النسب وأنه لن يبقى لذكره ولد يحيي ذكره ونسبه واسمه بعد موته فأراد الله سبحانه وتعالى أن يبين أن إن جاب رسول الله صلى الله عليه وسلم للبنات وأن البنات هن المؤنساب وهن التي يحبون آباءهن وأمهاتهن ويكون حولهن بالعطاء والسؤال وكأنهن بلسم حياة أراد الله سبحانه وتعالى أن يقول إن شانئك هو الأبتر أي مبغضك هو الأبتر فكلمة شانئ معناها مبغض وكاره وكلمة أبتر معناها مقطوع ومنقوص فإذا أرادوا أن يشتموا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الذي تكفل بالدفاع عن رسول الله هو ربه لما قال له إن شانئك أي إن مبغضك هو الأبتر أي المقطوع والمنقوص سورة الإخلاص وهي التي تتكلم عن توحيد عن الوحدانية قل هو الله أحد سورة الإخلاص يقول الله سبحانه وتعالى قل هو الله أحد ولم يقل واحد لأن الواحد في اللغة له ثاني لكن الأحد منفرد فليس له ثان قل هو الله أحد الله الصمد أعلم أن كثيرا من إخواننا وأخواتنا يقرؤون القرآن الكريم ويحفظون هذه السورة منذ نعومة الأظفار في الصغر ربينا عليها ونشأنا عليها ولكن يفوتنا يفوتنا علم عن كلمة الصمد الصمد هنا بمعنى المصمود والمصمود هنا بمعنى المقصود فالله سبحانه وتعالى يمدح نفسه بنفسه وهو أهل لذلك ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يقول الصمد أي المصمود المقصود بالعبادة والذي يلجأ إليه عند الحاجات هو الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ليس له مكافئ ولا شبيه فسبحانك ربي سبحانك ولحديثنا بقية بإذن الله في لقاء قادم فانتظرونا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تدبر أخي كتاب الإله تدبر وردت ففيه النجا يزدك الكريم بفضل عظيم وتلقى الإله بسعد ترى وتلقى الإله بسعد ترى فيسعد من بجد تلاه ويسعد من بفهم عنى فهذا الكتاب ينير الظلام ويهدي الحيار بدرب الحياة ويهدي الحيار بدرب الحياة ترجمة نانسي قنقر